حوالى الاربعة والخمسين عاماً مرت على انتقال مطار بيروت الدولي من منطقة بئر حسن إلى خلدي هذا المطار الذي سمي سنة 2005 باسم مطار رفيق الحرير الدولي عاصرت قاعاته عقوده الخمس بأيام ذروة الحركة وشللها سنة الـ 61 كان أول مطار بالشرع الأوسط وما بين العام 1975 وهو تاريخ اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية والعام 1990 شهد المطار تراجعاً في حركة المسافرين بسبب الأحداث التي عصفت بلبنان في تلك الفترة الـ 74 صار عنا المطار مليونان و740 ألف يعني بهذه الأيام كان هسر وما كان عنده 7-8 مليون نحن كان عنا مليونان وشوي كنت نشي في الحرب صار نزلنا للـ 400 ألف من المليونان و700 نزلنا للـ 400 ألف رجع فتح عقوده بالـ 77 صارنا نطلع مليون ونص مليون وحاك لحدد سنة الـ 82 قمان وقت الاشتياح الإسرائيلي رجع كمان رجعنا لورا لأنه سكر كمان المطار رجعنا للـ 900 ألف من المليون ونص لـ 900 ألف صارنا 500 ألف بالـ 84-85-86 هادي ها تلات سنين كمان رجعنا كتير لورا و87 صارنا نرجع أكتر شيء هادي سنة الـ 89 وقت الحرب ما بنا نسمي مين ومين وقتها سنة الـ 89-90 أضرب شي كانت نزلنا للـ 200 ألف ومنذ توسيع المطار سنة 1998 بدأت أعداد المسافرين عبره تتزايد إلى أن سجلت الظروة في العام 2014 حيث وصل العدد إلى أكثر من 6 ملايين مسافر يعني بعد الـ 16 سنة حتى قطعنا 6 ملايين الآن السنة رجعنا نزلنا مليون صارنا بـ 7 ملايين وـ 250 ألف وجوه وجنسيات عبرت هذا المطار الشاهد على إنجاز من سمي باسمه وهو الشهيد رفيق الحريري والذي أصر على رفعه إلى أعلى مراتب المنافسة بين مطارات الدول المتقدمة موسيقى